إن من أعظم ما يُنالُ به رضا الله عز وجل أن يُحِبَّ المُسلمُ ما يُحِبُّ ربُّه وأن يكون ولاءً لمن والاه سلماً لمن سلَّمه الله عز وجل وأحبَّ فيحبُّ في الله ويُبغِظ في الله ولذلك قال جل في علاه لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك الذين قاموا بهذه الخصلة وهي مُوالاة من والاه الله ومُعادات من عاداه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبت في قلوبهم الإيمان وأيَّدهم بروحٍ منه ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كل هذا من عطائه قال تعالى رضي الله عنهم ورضو عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أيها المؤمنون عباد الله إن السعي إن مما يُنال به رضى الله جل وعلا السعي في طلبه بصالح العمل أطلبوا رضى ربكم بصالح الأعمال واجتهدوا في نيله بأخذ الأسباب في معاملة الله وفي معاملة الخلق قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فمن سيما هؤلاء ومن أعمالهم وخصالهم وما ميزهم الله تعالى به أنهم أصحاب طلبٍ لريد الله جل وعلا بالإخلاص له والعمل الصالح وإحسان الصلة بالخلق وإحسان الصلة بالخالق